ترأست سعادة السيدة فاطمة بجعفر الصير في وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين السياحة والمعارض الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة البحرين السياحة والمعارض والذي ناقش أخيراً لمستجدات المتعلقة بالقطاع السياحي للربع الثاني من العام الجهري 2024 وأكدت وزيرة السياحة الاتزام بالتعاون مع الشركاء لتحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026 في تنويع المنتج السياحي وزيادة الأسواق المستهدفة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة وخلال الاجتماع قدمت سعادة السيدة سارة أحمد بحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين السياحة والمعارض عرضاً تفصيلياً تضمن مؤشرات الأداء السياحي وفقاً لاستراتيجية السياحة 2022-2026 وأجر أثناء الاجتماع منقشة الجهود المبذولة من قبل الهيئة للتسويق والترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية بارزة في الأسواق الإقليمية والعالمية كما تضرق الاجتماع لجهود هيئة البحرين السياحة والمعارض الرامية للتعاون مع وكالات السفر في الأسواق الرئيسية المستهدفة وتطوير الباقات السياحية التي تهدف لاستقطاب أعداد أكبر من السياح وناقش الاجتماع مستجدية الخطة التشغيلية لمركز البحرين العالمي للمعارض وأبرز الفعاليات التي تم قامتها في المركز خلال الربع الثاني من 2024 وعشرين